ده أريان البطل بتاع فيلمنا أما ده فبيكون شانكار والأحداث بتبدأ في محطة القطر وبنلاقي واحد نازل منه اسمه فيكي وبيروح يتعرف على سامير وكران لأول مرة وكلهم بيركبوا العربية وبيكونوا في الطريق لأكاديمية جوركل وأول ما بيدخلوا الأوضة بيستغربوا شكلها جدا وبيحاولوا يتأقلموا على حياتهم الجديدة وبعدها كل الطلاب بتتجمع في قاعة الكلية لحد ما بيظهر شانكار وبنكتشف أنه مدير الجامعة وبيعرفهم أن التقاليد والشرف والانضباط أهم صفات المكان وبيحذرهم لو حد يخالف قوانين وهيطردوا خارج المؤسسة ومع مرور الوقت الطلاب بتدرس وكلهم بيكونوا مهتمين جدا بالتعليمات وخايفين ينحرفوا عنها وفي يوم فيكي بيلاقي حد بيسرق الفاكهة من المكان فبيطلع يجري وراء الحد ما بيقدر يمسكه وبنتفاجئ وقتها أنها بنت واسمها إشيكا وهو معجب جدا بيها وشكلها داخل الدماغه وساعتها بتقدر تهرب منه وبتسيبه لوحده ومن ناحية تانية سامير بيكون في السوق وفجأة بنشوفه وايف وراء سانجيو بيشبه عليها وبيكرر يتدخل وبيحل مشكلتها مع البيع ولما بتكون ماشية بتقف مرة واحدة وبترجع تبص عليه وبتعرف أنه سامير صديقها من أيام الطفولة وبتكون فرحانة جدا وبيقول لها أنا خفت ما تعرفينيش لأنهم ما شفوش بعض من 6 سنين ولما بنروح لقران بنلاقيه في المحطة وهناك بيلاقي كيران وقفة في الاتجاه التاني وبيعجب جدا بجمالها ومش قادر يشيل عينه من عليها وساعتها القطر بيوصل وبيستقبل المدرس الجديد ولما بيتحرج بيلاقيها هي كمان مشيت وثابت المكان وبعدها بيتجمعوا هم التلاتة وكل واحد بيحكي عن حبيبته لكن كران بيحذرهم لو المدير عارف أننا خلفنا قوانين وهيطردنا وبيقول لهم من كذا سنة ترى الطالب متفوج جدا لأنه وقع في الحب والفتاة اللي كان بيحبها انتحرت وللأسف كانت بنته وهم بيكونوا مستغربين جدا من كلامه وتاني يوم شانكار بيكون ماشي في الجامعة وبيسمع صوت موسيقى بتتعزف في المكان لحد ما بيوصل للمصدر بتاعها وبنكتشف وقتها أنه أريان وبيعرفوا أنه مدرس الموسيقى الجديد وساعتها بياخدوا لمكتبه وبيقولوا الأول مرة هغير قوانيني وهسمح للطلاب يدرسوا موسيقى وبيحذروا كالعادة من أنه يخالف أي تعليمات ولما أريان بيشكره بيرفض يسلم عليه وتاني يوم بيعزف للطلاب اللي موجودين قدامه وبيحاول يعلمهم وبعدها بيديهم دروس في الحب وبيشاور لهم على باب الجامعة اللي مقيد حريتهم وبيفضل يحرط سامير وفيكي وكران على أنهم يخرجوا منه وكل واحد فيهم بيتخيل حبيب توافى قدامه وبيحددوا هدفهم وساعاتها بيجروا في اتجاه الباب بسرعة وبيقدروا أنهم يفتحوا وكلهم بيكونوا فرحانين وأريان بيتعاهد بأنه هيكسر كل قوانين الأكاديمية وتاني يوم بيطلب من شانكار أن سامير يشتغل لأن أبوه متوفي وهو بيوافق في الآخر وبيقولوا دي آخر مرة هغير نظام الجامعة علشانك ومع الأيام كاران بيروح المستشفى وبيلاقي كيران بتوزع الهدايا على الأطفال وبيقرر يعور إديه في الإزاز علشان تعالجه ويفضل بصص لها وساعاتها بيتكلم معاها وبينشوفه بيعكس فيها لكن بتحاول تصده وبتعرفه أنها متجوزة وهو بيكون في حالة زهول ومصدوم وفي نفس الوقت إيشيكا بتقابل مديرتها وبتقول لها ابن عم الجالك زيارة ولما بتشوفه بتكتشف النفيكي وبيفرد نفسه عليها وعايزها تقابله بكرة وإلا هيقول لمديرتها أنها كانت في جمعتهم وهي بتخاف منه وبتوافق ولما بنروح لسامير بنلاقي شغال في كافيه وأول ما بيشوف سانجو قدامه بيمسك وردة وعايز يعترف لها بحبه لكن بيتفاجئ بواحد وايف معاها وبيقدم لها الورد وكمان بيحضنها وهو بيكون مصدوم جدا وبيرمي الوردة من إيديه ولما بيرجع الجامعة بنلاقي زعلان وصحابه بيهونه عليه وساعتها أريان بيقول لهم محدش يتخلى عن حبه ويتمسكه بيه وإلا هيجي يوم وهتندمه زيه وبيعرفه من أن حبيبته ماتت ولما بيكون لوحده بيتخيل حبيبته ميجا معاه وبيفضله يرقصه مع بعض وعايش دايما على ذكرياتها وتاني يوم فيكي بيتدرب بالقلم من إيشيكا وبتحذره يبعد عنها وبتقول له أمثالك أنا بشغلهم عندي خدمين وبتهينه قدام كل الناس ولما بتكون ماشية هو بيوقفها بسرعة وبيقول لها شكرا علشان عرفتيني أن الحب بيتقاس بالفلوس وبيفهمها أن أبوه رجل أعماله غني جدا وكان لازم ما يفكرش بقلبه وبعدها بيسيبها ويمشي وسامير بيقول له أول مرة عرف أنه غني فبيقول له يا عم ده أنا فقير وبتحك عليها علشان أقسر غرارها ومن ناحية تانية كران بيقعد مع واحد في المحطة وبيحكيله أن كيران جزها مات من سنين على الحدود لأنه كان زابط قوات جوية وأبوه رائد كهانة رفض يصدق أن ابنه مات علشان جسته مفقودة ودي بتكون نانديني مراد ابنه الكبير أما ده فبيكون حفيد واسمه عيوش وتاني يوم إشيكا بتقابل فيكي وبتتأسف له علشان ضربته بالألم وهو بيعملها بكل تناكة وكأنه غني وهي بالنسبة له فقيرة وفي النهاية بيسيبها وبيمشي وبنشوفها متضايقة جدا وكاران بيروح لكيران المعبد وبيطلب منها يكون أصدقاء وبيحاول يقرب منها وهي بتوافق وفي النهاية بتسلم عليه ومع الأيام بيقرر شنكار يسافر لمؤتمر وهيرجع تاني يوم وكالعادة أريان بيطلب منه يعمل حفلة بمناسبة عيد ميلاده وهيجيب طلاب الجامعة اللي جانبوهم علشان ينضموا ليهم لكن بيرفد كلامه بيحذروا من إن البنات تدخل الأكاديمية أو يخالف أوامره ولما بيجي الليل الطلاب بيكونوا مستنيين بداية الحفلة ووقتها أريان بيوصلهم بالبنات ومش هاموا أي قوانين وكلهم بيفضلوا يغنوا ويرقصوا والأول مرة بيحصل اختلاط ما بين الجامعتين وفي وقت ما بيكونوا مع بعض بيلاقي شنكار في المكان وكلهم في حالة صدمة ومش عارفين يعملوا إيه وهو بيبص لهم بكل استغراب ومتدايق من تصرفاتهم وبعدها بيروح لمكتبه وبيقول لأريان واحد زيك ماينفعش يكون معانا وبيطلب منه يسيب الكلية ويقدم استقالته فبيرفض كلامه وبيقول له العقد اللي بيننا ما يخلكش تطردني غير آخر السنة وأنا كنت فاكرك راجل زكي لكن للأسف خيبت ظني وساعتها بيعرفوا إن اسمه راج أريان مالهطرة ووقتها شنكار بيتفاجئ إن هو الشاب اللي حاب بنته وبيقول له أنا اللي ترطني من الجامعة من غير ما تشوفني أو حتى تتكلم معايا ومستحيل أنسيلك إنك السبب في موت حبيبتي وساعتها بيتحدى إن وهيغير كل قوانين وهينشر الحب في الجامعة ووقتها بيسيبه ويمشي وفي نفس اللحظة بيتخيل إن ميجا موجودة معاه وبتأيده في كل كلامه وبعدها بنشوف شنكار قاعد لوحده وبياخدنا للماضي وبيفتكر بنته وبتكون حياتهم سعيدة مع بعض وبنلاقيها أهم حاجة بالنسباله وفي يوم بتعترف له إنها بتحبه واحد ومش هتقدر تعيش من غيره وعايزة تتجوزه وساعتها بيتدايق وبيسألها هو مين فبتقول له واحد من طلبك في الجامعة وبتعرفه اسمه فبيضطر يسيب المكان وبيمشي والتاني يوم بتكون لوحدها وهو بيبلغها منوطرت حبيبها من الجامعة من غير ما يشوفه وبيطلب إنها تنساه وهي بتفضل تعيط وحس بالزنب ومع الوقت بتحاول تتعامل معاه بشكل عادي علشان بتخاف يزعل منها وفي يوم بيدخل قضتها وما بتكونش موجودة لكن بيتفاجئ إنها واقفة قدامه وبتتأسف له علشان مش هتقدر تنسى أريان وفي نفس الوقت خايفة تأذيه وساعتها بتكرر تنتحر وبتفرق الحياة وهو مصدوم وزعلان جدا على بنته ولما بيطلع الصبح بيروح يقابل أريان وبيقول له أنا قبلت التحدي بتاعك وبيشكره علشان هيخليه حارب ويحافظ على مبادئه من تاني وساعتها بيسيبه ويمشي وأريان بيكون فرحان وتاني يوم بيشوف قران وبيقول له روح لبيت الراية كهانة وعلم حفيده الموسيقى وهو ما بيصدق طبعا وبيوصل لبيتهم على طول وبيتعرف على السيد كهانة وعلى كل العيلة ولما بيكون مع كيران بيبلغها إنه موجود في المكان علشانها وهي شايفامة جنون في كل تصرفاته وبعدها مديرة إشيكا بتعرفها على فيكي وهيشتركه مع بعض في مسابقة الرأس وأريان هو اللي بعته علشان يقرب منها وبعدها بنروح لحفلة عاملها ديباك حبيب سانجو وهناك بتقابل سمير وبتعرف إنه بيخدم على الناس ولما بتشوف حبيبها بيقرر إشيالها وبيرميها في المية وهي بتكون متضايقة جدا وصعبان عليها نفسها وزعلانة لحد ما بينزلها سمير وبيروح يلبسها الجاكت بتاعه لأنه خايف عليها وبيحذر حبيبها من إنه يقرب منها وبيخدها وبيمشي ولما بييجي الليل بنشوفه معاها وبيخليها تخلع الجاكت من تاني وبيعرفها إنها تغيرت للأسوأ علشان حبيبها وبيعترض على لبسها وبيقول لها لازم تكوني على طبيعتك مع الإنسان اللي بتحبيه وساعتها بتمسك إيديه وبتكون زعلانة وهو بيحضنها وبيحاول يطمنها وتاني يوم الطلاب كلها بتتجمع في القاعة وشنكار بيدخل المكان وبيعرفهم إنه فيه ناس منهم مش ملتزمين بقوانينه وبيحذرهم اللي هيخالف تعليماته وبيصدر قرار بمنع خروج أي طالب من المكان وبعدها بيقابل أريان وبيقول له خوف الطلاب مني هيخلينا هزمك وأريان بيعرفوا إن قوة الحب ومستحيل تمكسر والتحدي بينهم بيزيد ووقتها أريان بيشوفوا الطلاب وبيحكي لهم قصة حب دي ده وده بيخلينا نرجع للماضي من تاني وبنلاقي ميجا وقفة مع صحابها وأريان بيهرب من الجامعة بتاعته علشان يروح لها وبيكتب لها على ورقة الشجر بحبك وبيديها لطفل صغير وبيخلي يقدر يوصلها لها بسرعة ولما بيرجع بردها بيلاقيها كتباله على ظهر ورقة الشجر وأنا كمان بحبك وساعتها بيشوفها قدامه وهم اللي كنين مش مصدقين نفسهم ووقتها بيحضنوا بعض وبيكونوا فرحنين جدا وبعدها بنرجع للوقت الحاضر والطلاب عايزين يعرفوا مين هو الشاب فبيكرر يفتح لهم الكمانجة بتاعته وبيشوفوا ورقة الشجر اللي كتبوا عليها رسائل الحب وكلهم بيبصلوا باستغراب وبيدولوا التحية الأكبر عاشق على وجه الأرض وتاني يوم كلهم بيهربوا من الجامعة وعايزين يتمسكوا بحبهم وفيكي بيقابل إشيكها وبيعترف بأنه فقير وكذب عليها علشان تفضل معاه وبيقول لها أنا بحبك ومش هقدر عايش من غيرك وهي بتسامحه وبتصدق كلامه وبيحضنه بعض أما كرانفة بيروح يقرب من كيران لكن بترفض وتطلب منه يبعد عنها وساعتها بيدخل عليهم الرائد وعايز يعرف إلي بيحصل فبيقرر يعترف بأنه بيحبها وعايز يتجوزها لكن هي بتضربه بالألم وبتعترض على كلامه ولما بيكون ماشي ننديني بتوقفه وبتقول للرائد إن ابنك مات من سنتين وكيران ملهاش زن بتفضل طول العمر أرملة وساعتها الرائد مصمم إن ابنه عايش وبيسيبهم ويمشي وكلهم بيبن عليهم الزعل والحزن ومش عارفين هيتصرفوا إزاي وتاني يوم سانجو بتقابل واحد صاحب سمير وبيسلمها رسالة باسمه ولما بتقراها بتكتشف بأنه بيحبها من زمان ونفسه يرتبط بيها فبتفضل تعيط من كلامه وبتستغرب ليه معرفهاش من أيام الطفولة ووقتها هم اللي كنين بيحضنوا بعض وفرحنين ولما بييجي الليل بيفضلوا يغنوا ويرقصوا وكل واحد بيكون موجود مع حبيبه وفي نفس اللحظة الرائد بيقابل كيران وبيشيل من عليك بينها علامة الجواز وبتروح بسرعة المكان اللي احتفال وبترجع لحبيبها كاران قدام كل الناس وفي لحظة ما كلهم مدمجين جدا بنكتشف أن المدير شانكار وقف قدامهم وبيكونوا خايفين وفي حالة صدمة ومش عارفين يتصرفوا زي لحد ما بيوصل أريان وبنشوفوا عمال بيغني ومش فارق معاه وكلهم بيرجعوا يرقصوا قدامه من تاني وبيقرروا أنهم يتحدوه وساعتها أريان بيتخيل حبيبته واللي اتنان فرحنين جدا علشان نشروا الحب في كل مكان وبعدها بنروح لمكتب المدير شانكار وبيصدر قرار بطرد الطلاب التلاتة لأنهم خلفوا قوانين الجامعة فبيرجعوا قدتهم علشان يلموا الهدوم بتاعتهم وفي نفس اللحظة أريان بنلاقيه زعلان وحاسس بالزنب وساعتها بيروح لشانكار وبيشوفوا موجود قدام سورة ميجا ووقتها بيقف قصاده وللأسف بينزل على الأرض وبيعلن هزمته وبيطلب منه يسامح الطلاب لأنه السبب في كل حاجة وبيترجى ما يخليش حد يواجه نفس المصير اللي عاشه وساعتها شانكار بيفرض عليه كل أوامره وبيقوله من بكرة تسيب الجامعة وتمشي وبيعرفوا أن قوة الخوف هزمت قوة الحب فأريان بيقوله انت غلطان لأنك في النهاية خسرت وأنا شايفك أب ضعيف وحزين وواف قدام سورة بنته اللي تسبب في موتها وبيقوله ميجا كانت بتحبك لكن انت حبيت نفسك على حساب سعادتها وللأسف انت خسرتها في الماضي ودلوقتي عايز تخسرني وبنشوفه عمال بيعيط وزعلان وبعدها بيسيب المكان وشانكار متفاجئ جدا من كل كلامه والتاني يوم بيكرر يجمع كل الطلاب علشان ينفس قراراته لكن بيعترف انه كان غلطان وبيعلن هزمته في معركة الحياة لأنه إنسان عنيد ووحيد وأكبرهم كلهم يكونوا زيه ويعيشوا في نفس الحالة بتاعته وساعتها أريان بيفضل يعيط ومتأثر بكلامه وبنشوفه ماشي في الاتجاه بتاعه والحد ما بيقف قدامه وشانكار بيطلب منه السماح وعايزه يمسك الجامعة مكانه ويعلم طلابه الحب والحياة وبنشوفه بيتأسف على كل حاجة عملها وصعبانه نفسه عليه وأريان بيسامحه وبيقبل اعتذاره ووقتها هم اللي اتنين بيحضنوا بعض وكل الطلاب بتفضل تسقف لهم وفي النهاية أريان بيتخيل حبيبته كالعادة وبعدها بتمسك ايد أبوها والأول مرة بيحس بيها وكأنه شايفها قدامه وهم التلاتة بيمشوا مع بعض والحب بينتصر في النهاية ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زر الجرس واستنونا فيلم جديد